اشتركوا في القناة 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 المطلوب تسليم الاسلحة فورا اللي روعت الناس بنغازي تحتظر تموت مرعوبة من الاسلحة اللي في يد الطفال الصغار تموت ما عايز عندهم مية ولا ماكلة ولا كهربة ولا اي شيء اطلعوا بنغازي انقضوا يا بنغازي انقضوا نفسكم وحرروا عبد الفتاح اللي حرركم حرر بنغازي معايا ليلة الثورة وخلاهو اللي اللي تفاهموا انتوا ياهو تديروا البلد لغاية ما يعود الامل للاصابة وتعودوا السلطة الشعبية اعتباره من بكرة ممكن سيبدأ تشكيل الشعبيات الجديدة والبلديات الجديدة والموتمرات الجديدة واللجان الشعبية الجديدة من بكرة تبدأ وهو يساعدكم حرروه عيب عليكم عصابة انتم بنغازي معقولة تسليم الاسلحة فورا ويعادتها للجهات اللي يخذوها منها وإلا حترعب البلاد وتسبب مجازر الطفال مهوصين سكرانين وعندهم مسلاح ورشاشات تسليم الاسرة من الشرط ومن الجيش اي حد اقبضوا عليه يسلموه فورا والقبض على المشاغبين وتسليمهم من الامن حتى يتم تربيتهم وعادتهم الى رشدهم ويمر بفترة نقاحة حتى يبرموا الحبوب اللي لهم كم يوم يخذوا فيها للمضر جدا هذي بالقلب ازالة كل المعوقات الحياة في الشوارع الدكاكين تفتح الدكاكين يجب تفتح الكوش تفتح المطارات تفتح المواني تفتح ما تخربوا بلادكم بلا مبرر ليش شنو السبب ما الذي يدهاتهم هالي يعين كم ما يقولوا خلاص امنت بالعمل بلاد امنة وتعينة يجي درواحنا في امان وفي رخاء وبطرولنا وميتنا وسلام وهنا والدني تحترك حولنا ان نروح احنا نحرك بلادنا نروح احنا نروح احنا نروح توقعه طبعا أنا أريد أن أقول لكم في النهاية لا يمكن لأحد عاقل يسمح ببلاده تتمزق أو تصبح في يد قبضة من المجانين عفوا بلغوني أن الشعر اللي قلت عن الزنتان هذلك الوقت فيه انقطاع في الفني ما سمعوش شيء وسمحوني بنعاوده مرتين إذا كان الرسال توا ماشي كويس قلت لكم قلت لكم واحد ورفلي عفوا شاب ورفلي غلط في واحد زن تاني في زن تاني زعل وحسب عليه ورفل لكلهم وقال مش عاد نجيكم ومانش عاد أصحاب ولا عاد نجي لي بنوليد وزعله وقالها في قصيدة متاعة الشعر ردوا عليه ورفيلة قالوا إلى غلطة غلطها شاب من الأعدادي لا يعرف التاريخ لأو انساني تاني قالوا الى شاب من الأعدادي ماذا إعدادية ما يعرف التاريخ ولا يعرف معارقة الكردون زي ما قلت لاني توا هالشباب اللي توا موجودين ما يعرفوا أهلهم وجدودهم وما يعرفوا معارقة الكردون وما يعرفوا hitting مرحو محمد الصغير العايب اللي كان يحلف المشاكل في الزنتان وكنا اعتمدوا عليه قالوا لي يودي ما توخذنا قصريني حط نحن يجب ما نوخذ الزنتان يعني ما نوخذهم الزنتان الأبطال لأن قالوا لي يودي غلطة غلطها شاب من لعدادي لا يعرف التاريخ لا وإنساني لا هيش مقصودة ولا غلطتنا شباب طيش من وكالة البناني قالوا هذي شباب طيش من اللي يأكلوا في البناني بتعين الموس قال الجماعة قالوا يراني الشعر اللي يلزم جماعة في الزنتان ما سمعوشي أرجو تعود واني عاود تعالشانهم حتى تقول الشباب اللي موجودين في الزنتان هم من هذا الشباب الطيش لكن جيبوهم لي قررت جيبوهم لي كل الشباب على ذوق ما أنا نبيهم أين نبي الشباب الثائر أين لي سميت يجيل الغضب معقول الشباب الفاتح يترك المجاد يضحي به ويحرق الجماهيرية متع دولة الجماهير عنشان وحدين مقاملين ومصخين يتبعهم عملاء المخابرات الأجنبية والدراوشة من يصدقها هذه لا يمكن مش ممكن شبابنا يقودهم واحد آخر هم إذا كانوا ما تتبعوش معمر جذافي بيتبعوا واحد مدمل بالحيتام مش ممكن الشبابنا عنا احنا يهدهم شبابنا هذا الجيل الغرب اللي أنا ربيته هم يهدفوا في كل مكان يقولوا نحن وجيل بالله معمر واللي يتدمر أخيرا يا سادة ما لم تتحق هذه الأشياء تسليم الأسلحة تسليم اللصرات تسليم المشاغبين القبض على اللي غرروا بأولادنا وإزالة كل شيء وإعادة الحياة الطبيعية للمواني والمطارات والطرق والمخابز والمية والتموين والمواصلات والاتصالات وتعود الحياة هانية والعائلات تقود العيشة في أمان واطفالنا عايشين في أمان ويروحوا في الشارع وللمقهى وللملاهي وللمطاعم ما لم يتحقق هذا ونرى إن وحدة ليبيا تتعرض للخطر أو إن قوى معادية للديمقراطية معادية للحرية بتشوه الإسلام القاعدة بالذات نراها إذا كان هذا نراه نراه بتحقق سنحول دون تحقيقة عندئذن نقولكم سيعلن الزحف